ينضم إلينا مراسل الغد من برلين يمان شواف يمان يعني أهمية هذه الزيارة وما هي طبيعة الاتفاقيات التي كان قد أعلن عنها من قبل الشركات الألمانية التي سوف يتم إبرامها من خلال هذه الزيارة نعم صلاح في الدرجة الأولى الملف الأساسي لهذه الزيارة هو البحث عن بدائل للطاقة الروسية وموردين جدد بعيدا عن موسكو بعد أن قامت روسيا طبعا بقطع الغاز عبر نوردستريم واحد إلى ألمانيا والاتفاقيات التي تحدث عنها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بأنه ستتوج هذه الزيارة التي ستكون إلى السعودية وقطر والإمارات ستتوج باتفاقية بين برلين وأبوظبي ليتم استيراد الغاز المسال من الإمارات وبهذا تواجه ألمانيا الشتاء القارس هذه الاتفاقية التي أعلن عنها حتى اللحظة طبعا المستشار الألماني أولف شولتس هو في أول زيارة لدول مجلس التعاون الخليجي له منذ أن بات مستشارا وهناك وفد رفيع المستوى يرافق المستشار في هذه الزيارة وهناك شركات ألمانية الهدف هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري سواء بين برلين والرياض أو برلين والدوحة أو برلين وأبوظبي ولكن المعلن حتى اللحظة هو الاتفاق المزمع توقيع بين برلين وأبوظبي لاستيراد الغاز المسال من الإمارات لكن حتى اللحظة لا نعرف إذا كان ستتوج الزيارة في الرياض باتفاقيات أو ستبقى في إطار المباحثات والمشاورات بين الجانبين